والآن موعدنا مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحاً مع هالة الحملاوة فضالي هالة شكراً محمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخابسة بتوقيت جرانج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكني ويليام روتو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد الرئيسان تطلعهما للارتقاء بكافة مجالات التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتصق ومصالح البلدين الشقيقين وحلصهما على الحفاظ على النمط الحالي من التنصيق وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول عدداً من الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية حيث ناقش الرئيسان سبل مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة وشدد الرئيسان على أن التعاون والتنصيق بين الدول الأفريقية الشقيقة يعد عاملاً أساسياً لدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لجميع شعوب القارة حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور المكسف خلال الفترة القادمة بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة اليوم عن دور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقري في ضوء رئاسة مصر للوكالة ضمن فعاليات الدورة السادسة للاكتماع الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثل المنظمات الأفريقية وعلى هامش زيارته لغانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي التقمت بولي سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكي ليميني وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية مشيرا إلى الدور المأمول الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتفاقية بصدد تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واتخذ مجلس الأمناء قرارا برفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددا من المحبوسين وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه يجري إعداد الجلاسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني علما بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة لكافة الآراء استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إسرى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم لبريج وسط قطاع غزة وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن من بين الشهداء نساء وأطفال هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العضوان الإسرائيلي على غزة إلى ثمانية وثلاثين ألفا وتسعمائة وتسعة عشر شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال كما ارتفعت حصيلة المصابين إلى تسعة وثمانين ألفا وستمائة واثنين وعشرين مصابا فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بورل أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يتوافق مع مواقف الاتحاد ومع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة وأضاف بورل أنه من الواجب الأخلاقي أن يتم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بجميع قرارات محكمة العدل الدولية في ظل ما يشهده العالم من الانتهاكات المستمرة والمتزايدة للقانون الدولي أدنت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه لسيادة أراضي البلاد في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية وحملت الحكومة اليمنية إسرائيل المسئولية الكاملة عن أي تداعيات جرأ غارتها الجوية بما في ذلك تعميق الأزمة الإنسانية التي فاقمتها قوات الحوثي بهجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية قال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترومب إن الحزب الديموقراطي يحاول إزاحة الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي وأضاف ترومب في كلمته خلال أول مؤتمر انتخابي جماهيري له بولاية ميتشيغن منذ نجاته من محاولة اختيال قبل أسبوع أن الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل